هذه الحلقة هي متابعة للحلقة اللي مضت اتكلمنا عن نبوات يسوع المسيح لهوت المسيح أو ألهية المسيح من العهد القديم وشفناها في العهد الجديد اليوم رح نتكلم عن صفات المسيح هي صفات الله ولا أعتقد يمكن رح نخلص كل هذه الصفات في هذه الحلقة لأنه موضوع لهوت المسيح مليء بصفحات الكتاب المقدس في العهدين العهد القديم والعهد الجديد تعرف أحبائي خليني في البداية أقول شيء كتير كتير مهم أنه المسيح لما كان موجود على الأرض كان يدرك كل الإدراك أنه الله في وسط الناس في معاملاته في تصريحاته في كلامه في أسلوبه في كل مكان يعمله كان واضح جدا مدرك كل الإدراك أنه هو الله المسيح لم يتردد لحظة ولم يأخذ على غرة أو ممكن أو ندم على شيء فعله أو حد سأل سؤال قال له ارجع لي بكرة حتى أشوف الجواب ولا أنه كان يجربوه في كده مرة كان عالم بكل شيء كان مدرك كل شيء وكان قادر على كل شيء فالمسيح بالنسبة له كان مدرك كل الأمور اللي بتدور حواليه كان سيد كل المواقف حتى الشيء العجيب أنه وهو على الصليب كان سيد الموقف عم بيصلبوا فيه ولكنه كان سيد الموقف مكتوب عن يسوع المسيح أنه نكس الرأس وأسلم الروح يعني في اللحظة ذاتها يعني مات على الصليب في الوقت المعين في التحديد المعين ما أحد أجل المسيح والمسيح رده خائب جاء الأعمى فقال له يسوع ماذا تريد أن أفعل بك أو الأبرص يعني لمس يسوع أو المرأة النازفة وهكذا أحبائي كان المسيح سيد كل المواقف لم يستخدم عبارة إن شاء الله بإذن الله سأفعل أعطيني أفكر مهلي أو بيرجع كان فعلا مدرك كل الإدراك حتى اللي حواليه لما الرسل كتبوا عن يسوع المسيح أدركوا إنهم أمام الملك عارف إذا ملك يتواضع جاء للأرض هذا لا يعني أنه فقد ملكيته أنه ملك وأنه فعلا حتى لو لبس لباس الفقراء حتى لو أخلى نفسه أو ترك مجده أو افتقر حتى نستغنب فقره بس هو مدرك إنه هو ملك اختار إنه يكون في هذه الوضعية لخلاص الإنسان مرة تانية بكرر إنه المسيح مش إنسان وجعلنا منه إلى هذا كفر لكن الله تجسد في توقيت معين في ملء الزمان وهذا التجسد من أجل خلاصك ومن أجل خلاصة واضح يعني لما بتقرأ الإنجيل ما عندك حل وسط يعني صعب تقول إنه المسيح نبي أو رسول جاء إلى العالم فأنت تصطدم في شخصية لابد أن تعترف أنه هو رب ولابد أن تعترف أنه هو إله كثير من الناس اللي بتهاجم بتسمع كلام ولأنه فيه يعني بسبب الجهل أو مرات بسبب الحقد بفلته كلام بدون الإدراك وبدون الوعي وكل العلاج أنت ليه بتجازف بأبديتك بمجرد إنك تقرأ العهد الجديد بياخدك يمكن يوم يومين على بعض إنك تقرأ الكتاب المقدس ليه بتحط كل مصيرك الأبدي بدون ما تعرف شو الكتاب المقدس بيحكي عن يسوع المسيح يكفي أن أقول كما قال الكتاب عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد فإذن في هذه الحلقة رح نتكلم عن بعض صفات المسيح اللي هي صفات الله ترجمة نانسي قنقر